فيما يخص أخبار نادي الزمالك واحدة من الحاجات المهمة جداً واللي دايماً بدأت نحذر منها إنه لعبي الفريق الأول أو أي لعبي فرق رياضية بشكل عام في نادي الزمالك ما ينجرفوش نحو العملية الانتخابية في نادي الزمالك إطلاقاً وبالتالي كابتن عبدالوحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك حذر لعبي الفريق إنه هيفرض عليهم غرامة قدرها ميت ألف جنيه ميت ألف جنيه لللاعب اللي هيكتب أي حاجة ولا هينشر أي صورة على السوشيال ميديا متعلقة بالانتخابات هو الراجل عبدالوحد السيد عايز يحافظ على تركيز اللعيبة الفترة اللي جاية ومش عايزهم يروحوا للسكة دي خالص عشان بعض الناس بعض الناس كابت تفكر تعمل كده أو تستخدم اللعيبة في حاجة زي كده فكده عبدالوحد السيد قفلها لهم تماماً لا تنزل صورة ولا تكتب بوست واتقول أي حاجة عن الانتخابات خالص وده الصح 100% نادي بيرامدز قرر أنه يقدم شكوى ضد نادي الزمالك ليه؟ هو بيرامدز عايز ياخد 25 مليون جنيه من نادي الزمالك باقي مستحقات صفقة عمر جابر ونبيل عماد دونجا هم حاولوا مع نادي الزمالك بكل الحلول الودية بحسب مصادرنا يعني في بيرامدز وما خدوش 25 مليون جنيه حتى هذه اللحظة وبالتالي بيرامدز قرر يشكو نادي الزمالك للحصول على مستحقات السنائي المتأخرة والزمالك يعني الشكاول فلوس كتير معلش يعني خلي مش هقول بيرامدز يصبر برضه مع كل واحد عايز بيضار على الحقه مش يعني شوف هيحلوها ازاي كولومبي وسوريو المدير الفني ليه نادي الزمالك قعد مع مسؤولي النادي في الساعات اللي فاتت وقال لهم انه او عفوا مش قعد معهم اتكلم معاهم يعني وقال لهم انه سبب تأخره عن الحضور الى الكهارة بسبب الاجهزة اللي هو واخدها مشكلة في حجز الطيران في انجلترا وده اللي ما خلاوش يصل فيه المعاد المحدد ليه وصوله بس هو قال لهم خلاص انا هبقى موجود غدا السلساء لقيادة مران الفريق ده كان السبب انه عنده مشاكل فيه دساكر الطيران